السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليم للبتداء الرائد كيف انتم ما كنتمنى نشاء الله تكونوا بكلكم بخير ولا خير اذا نبدأ الدرس دينا اليوم هناخدوا مرشدي في التربية الإسلامية بنسبة المساوى الثاني ابتدائي صفحة رقم 17 يطلبوا جميع التلميذ والتلميذات اللي معايا تاخدوا المقرارات فتحوا الصفحة رقم 17 ونبدأ الدرس اليوم الدرس اليوم بعنوان صورة الشرح اذا سنتعرفوا على صورة الشرح سنحاول نقرأها ونفهم المعاني ديالها العامة مفهوم القرأ هذه لا وجيدة أولا من بعد نفهم المعاني ديالها وما هي المعلومات الجديدة اللي سنتعرفوا عليها في صورة الشرح جيد جدا اذا استمع ثم اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض الظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم جيد جدا إذن نشرح معاني الصورة العامة أول آية عنها هي ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك من هنا يتكلم ومن هو الشخص الذي شرح صدره من إذن وما المقصود ب نشرح لك صدرك إذن الله هنا سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له ألم نشرح لك صدرك أي نطهر قلبك فالله سبحانه وتعالى قد طهر قلب الرسول عليه الصلاة والسلام طهره من جميع الأشياء التي هي غير حميدة فجعله قلبا طهورا ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ما معنى الوزر الوزر أي العبء يعني التعب والعبء ووضعنا عنك وزرك جيد الذي أنقض ظهرك ما معنى أنقض ظهرك أي أثقله وأوهنه أي أن الله سبحانه وتعالى قد خفف العبء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من جميع العبء من جميع العبء الذي يمكن أن يثقله أو يحسه بالوهن مفهوم جيد جدا نتمم ورفعنا لك ذكرك ما معنى رفعنا لك ذكرك معنى معنى أنه يعني لكل مطلوب أنه يذكر رسول عليه الصلاة والسلام فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا أي أنما مهما كانت الأشياء عسيرة إن أكيد أن معها هوني Way فانصب ما معنى فانصب إذا فرغت أي في وقت الفراغ يالك انصب ما معنى أنصب يعني اجتهد في الدعاء والعمل يعني في وقت الفراغ اجتهد في الدعاء والعمل وإلى ربك فرغم Mah معنى إرغب معنى إرغب أي أطلب رضا الله في كل أعمالك أطلب رضا الله تعالى في كل أعمالك مفهوم جيد جدا نسمم أشرح لاحظوا معي هنا الآيات اللي عندنا في صورة الشرح هنعود نقرأها ونعود نقرأ الشرح ديالها وخام إذا نشرح لك صدرك نطهر قلبك الوزرة اللي عبأ أي الثعب فانصب فاجتهد في الدعاء والعمل وضعنا معناها خففنا أنقذ ظهرك أثقله وأوهنه ارغب اطلب رضا الله في كل أعمالك ارغب معناها اطلب رضا الله في كل أعمالك جيد جدا سوف نحاول أننا نجاوبه على أسئلة الفهم الخاصة بصورة الشرح كنتظن أن الشرح كان واضح كنتظن أنه كافي بشيخ لنا أننا نجاوبه إجابة صحيحة على أسئلة الأسئلة الخاصة بالفهم مفهوم جيد جدا إذن نقرأ أولا السؤال الأول الخاص بأسئلة الفهم إذن لحظوا معي بماذا أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا أمره أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الدعاء والعمل ويطلب رضا الله إذن أن يجتهد في الدعاء والعمل ويطلب رضا الله مفهوم جيد نشوفوا السؤال الأخر استخرجوا من الصورة النعم التي خص بها الله تعالى رسوله الكريم إذن حاولنا نستخرجوا من الآية كل نعم التي خص بها الله سبحانه وتعالى الرسول عليه صلاة والسلام إذن نجيب النعم التي خص بها الله تعالى رسوله الكريم هي أنه طهر قلبه وخفف عنه العبء أي أنه طهر قلبه وخفف عنه العبء مفهوم جيد جدا إذن أستفيد طهر الله تعالى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وشرح صدره ليجتهد في العبادة هذا كله ليجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادة كنتمنى أنكم تقوموا بحفظ أستفيد باش تساعدكم إن شاء الله على أن الدرس بقامر استخفتين ديلكم ويساعدكم كذلك حتى في استعداد للفرد تكونوا مجدين وعاقلين على يعني الدرس دي صورة الشرح مفهوم؟ جيد جدا إذن الحسة الثانية أتدرب على القراءة وعيد قراءة الصورة وألاحظ كيفية قراءة أستاذي أو أستاذتي للآيات الآتية الذي أنقذ ظهرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إذن حاولوا أنكم تقوموا بإعادة قراءة الآيات هذا سيساعدكم لأنكم تحفظوا الآية بطريقة أو صورة الشرح بطريقة صحيحة مفهوم؟ إذن كنتمنى أن الدرس دي اليوم كان واضح كان بسيط كان مفيد هذا هو الهدف ديلي أكيد بالنسبة للتلاميذ اللي ما عندكم مش نفس المقررات تقدروا تتبعوا معي الدرس ديليوما أكيد ستجاوبوا حتى في المقررات ديلكم حتى في الدرس ديلكم لأنه ما مختلفات أسماء المقررات إلا أن الدروس كسبقة واحدة فقط تبعوا معي الدرس وإن شاء الله ستستفدوا حتى أن الأجوبة النموذجية هي أجوبة صحيحة ونموذجية كنا أعطا لكم ما تحاولوش أنكم تنقلوها بالحرف لا هذا خطأ أحاول أنكم تعبروا بطريقتكم الخاصة حاولوا أنكم تقوموا بإنشاء جمال مفيدة خاصة بكم هذا سيساعدكم أنكم تنميوا القاموس للغة والخاصة باللغة العربية وتستفدوا أكيد جدا كان بغير شكر جميل أمهات الأباء للرسائل التي كانت تصل بها تعليق جميلة محفزة على الاستمرارية شكرا لكم من القلب بنسبة صفحة الفيسبوك نخلي لكم الرابطة صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف كذلك شكرا للناس دي الفيسبوك عموما مرحبا بكم سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك الأهم هو أن القناة إن شاء الله يستفدون منها أكبر عدد دي التلاميذ والتلميذات وكذلك اللي هما فعلا 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 حتى هما أنهم يستفدوا بعنا الفهم إذا لم نزيتش نطول عليكم بطلقى إن شاء الله الثلاث قادم وإلى اللقاء موسيقى موسيقى